نفصص كده المشاهد واحدة واحدة يا دكتور عشان نشرك السادة مشاهدين معنا يعني طرق التهريب دي بيعمل زي يعني اللي جاي يهرب ويدخل ترامدول بيجيبه ازاي في شحنة بيقول عليها حاجة وهي موجودة فيها ترامدول وهو متوقع ان الشحنة مش هتتفتح يعني وقل لي الطريقة والمكافحة لان انا عارف ان انتوا اقرب ما تكونوا برضو الى شغل وزارة الداخلية يعني انتوا بتشوفوا العصابة دايما بتفكر ازاي وبتحدث اساليبها ازاي وانتوا بتحدثوا اساليبكو في المكافحة ازاي فقول لي حضرتك الصراع ده ماشي ازاي شوف حضرتك هو الترامدول غالبا ما بيجي من الهند والصين كنا الاول بنفتح 30% و20% واحيانا 10% من الحوايات نهاردة بعد الثورات اصبحنا بنفتح نهاردة 100% يعني نهاردة بقول 100% اه اه الخط اللي اقدر يعني احنا وصلين في الخط الاحمر لـ 97% 77% النتائية بقى انا بفتح كل رسائل اه اللي كان بيتم كان بيتقدم بمصرها معلتنا رحكي تقوله ده انه كل حاوية بتخش مواني مصر ومنافس مصر بيتم فتحها وكشفها عليها مفيش حاوية بتخرج من مصر الا بيتم فتحها وفتحها بالكامل تدخل مصر ازاي لا طريقة الكشف بقى دي اللي بتختلف يعني اي طريقة الكشف يعني النهاردة نتكلم عن مصنع جايب غزول مصنع معروف جايب غزول اه جايب غزول اللي هو الخيوط اه غزل اه غزل وهيعمل منه منسوجات اه منسوجات اه فعلى طول بيبان عندي انا الشكل الادارة المخاطر المستورد ده هل لي قبل كده ثواب او لأ هل اه الحاوية للشكل الطبيعي السيل الملاحي اللي موجود البيانات اللي موجودة على البيان الجمركي بعمل من خلال ادارة المخاطر بقدر استهدف الحاوية قبل ما توصل لي هنا وقبل ما المأمور يمسك البيان الجمهوركي ويبدأ يتحرك في البيان الجمهوركي عشان يطابق ما ورد من بيانات في البيان اللي قدامه للمستندات اللي قد ما صح بشأن واما هو داخل الحاوية يبدأ المأمور يبحث المسألة دي إذا لقينا أي شيء يشوب هذه المسألة يفتح 100% لقينا الأمور طبعية والشركة دي قيمة بيضة عندنا وإنه ما سبقش لها أنه ارتكبت أي نوع من أنواع المخالفات مش بالضرورة يكون تهريب مش بالضرورة يكون ارتكب جريم التهريب لكن ارتكب مخالفات مخالفة تتعلق بالمنشأ بأنه ما حطش منشأ سليم لعب في الرقم الفاتورة في الكمية قبل كده لعب في قيمة الفاتورة عندي حاجات جديدة جدا ممكن في النهاية تترجم إلى حصيلة جمهوركية عندكم أرشيف بدا آه في أرشيف آه